يعني ايه علاج الالم؟ هذا التخصص يعتبر من التخصصات الحديثة ممكن تكون منتشر في بعض الدول الأوروبية في مصر حالياً في مريكا الزوباية كليناك لعلاج الالم بين تيور ايه هو علاج الالم؟ هو زي ما حضرك تفضلت كده عصدارك حتى في المقدمة حضرك بتقول هو طبعاً علاج الالم ده من التخصصات طبية الحديثة اللي هي بتتعامل مع الأمراض الحياة الدواء المزمنة اللي خاصة المريض بتاعها مجابش استجابة الكاملة أو الاستجابة الكافر للعلاج الدوائي التقليدي اللي ممكن ياخده مع زملائنا طباء العظام أو المخ وعصاب أو المشاكل الممتز فبيلجأ لتخصص علاج الألم دوت علشان نحاول أن نحن نوصل معاه لنتيجة كويسة للعلاج الألم بتاعه بدون العلاج الدوائي اللي هو أصبح غير راضي عن نتيجته أو مش قادر أنه يتعامل معاه أو ما جابش نتيجة أو في الحالة التانية أنه ما يكونش التدخل الجراحي مناسب ليه أو التدخل الجراحي ممكن يكون هو متردد فيه أو خايف منه أو ممكن خايف يكون يسبل له مضاعفات فبيبقى الحل الأمثل للمريض دوت أنه هو يبدأ يتعامل مع علاج الألم بالتقنيات الحديثة اللي إحنا هنتكلم فيها دلوقتي